كان في بنت اسمها سالي عم تعيش حياة كثير كثير حلوة طبيعية عم تلعب كثير شطورة بدرئاستها بقية يعني غرفة كثير كبيرة وكانت عم تلعب كل يوم بدرئاستها وبتعمل جيمينج كثير كثير محبوبة بابا قال لي انه رح يرتاح شوي وبعدين بيلعب معاي رح روح وشوف اذا ارتاح ولا لسه بابا بابا او هيو هون عم يتفرج على التلفزيون اللي ساتو عم يتضح بابا ممكن تلعب معاي ارجوك لا ااصف عندي شغل رح اروح هلا دايما عندك شغل طيب رح اروح لغرفتي بابا دايما عم يستغل دايما 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 يعني اولا ما اللي لعب معاي بابا كان عم يشتغل بالبيت كان عنده مكتب كتير كبير وكان عم يشتغل ليل نهار مشان هيك ما كان ابدا بلاقي وقت مشان يلعب معاي بابا كان عندها كثير 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 رحالات شغل ماما رح تروحي هلأ هلأ رح اروح تمام باي وارزعي بسرعة ان شاء الله يا بنت ان شاء الله سالي يلا باي باي مامو جيبيدي اشي معك لما بتكوني الطريق كل العودة جيبيدي شوكولاتة تمام ان شاء الله يلا مع السلامة رح اتأخر شكرا ماما يلا مع السلامة هلأ ماما راح اروح عند بابا اقول له مشان يلعب معاي والله كثير تفشت كثير جيمين كثير دراسة شو بدي اعمل تفشت بابا ارجوك العب معاي بس شوي ارجوك بابا انا رح اضل هون ما تقول لي ياسي العب بدي العب بدي العب بدي العب بدي العب بابا بدي العب ها سالي خلاص نعم شو عن جد بدي العب باعف باعف لكن انا هلا عم بشتغل يلا رح اغرفتك العبي طيب والله كثير تفشت انا شي انا شي او هاي شو بديك جيت مشان اقول لك ان الغداء جاهز تعالي للطول مشان تاك اوه الغداء جاهز اوه يلا لازم هلا اني اروح اوه عفكرة اذا ما عرفتكم عهادي هذه هي شغالتنا اسمها ليليان وهي هون هي سراحة حلوة وكثير طيوبة بتشتغل هون يعني من زمان يعني من لما كنت صغيرة المهم كثير جوعانة يلا بدي اروح اكل اهم 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 استر الغداء جاهز اهم اروح من الطاولة مشانة rek τاكن اوهПр اهم 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 اهلっと تمام اوكي جاي يلا تهار على المطبخ يليها تعالي على المطبخ نبيتي سالي أوه...هذا يبدو أموك بالطبع سأعود لك كان أموسك كئ سمتب به لا سأعيد سأعودها عن جدّى كثير لديت عرفكرة يميي كثير بحب الحليبة الشوكولاتة نعم، هذا إشي كثير حلو الحمدلله هالمرة عاجبتك ترى ضايمان بيعجبني أكلك كثير حلو ترى الكثير السلي، أقصد مدان سالي همم بتروح اجيب طبقات عائakte أوكي بدّي ماي آا يا الله كثير جوعاني بدك تاكلي فيكي تروحي تجلس على الطاولة كلي او عن جد ايه عن جد اذا ما بدك تمام لكن انا عمقول لك انه فيكي تروحي تاكلي او شكرا كثير كثير تمام رحروح اكي او بابا جبت المي او لشالسة هون ممكن جيبيلي مي او انا عم باكل او اوكي تمام رحروح اجيبلك مي من هناك تمام عيني راح واه كثير غريب ليش انت جلسة هون المهم المهم كثير عادي لكن اوكي ممكن جيبيلي مي حاضر عيني هلأ رح جيبلك تمام عن جد كثير غريب بالفترة الاخيرة صاير بابا والشغال اللي ليان عم يحكون كثير حتى انه صار لما بيخلص الشغل عم يروحوا عم يحكي معه وصارت عم تجلس معنا ع طاولة الغداء والعشاء كل شي ما بعرف السلاحة كيف صار لكن فيه اشي غريب فقررت اني ابلش التجسس بلشت عم بتجسس عليهم مشان اعرف شو بيقولون اوه هي هنهم اوه رح احمل منظاري شو بيقولون ما بقدر ابدا اسمع ليش الواحد اللي بقدر اعمل هو اني اشوفهم ها شو بيقولون اه ها ها اه ايش هي وافقت اوه شو صار لازم ايلحقها اوه شو صار اوه هاي سالي شو بتعملي هون اوه بابا ها لازم اعرف ها اوه شافني لكن هايش بيخططون هايش هي وافقت وليش راح تضغري شو صار لا 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 اوه هايها كمان معو اوف لازم دايما اتجسس عليهم عم باخد دايما معي من داره كل ما اشوفهم معها لازم اني احمله اتجسس شو عم يخططون هالمرة كانو قالها مشان تروحها غرفته لازم اروحوا وإلحقهم واسمع شو بقولون والله ماني فاهمة اشي اوه كثير محير يلا رازم اروح لحقهم اوه اوه راحي على غرفة وبتعمل له حركة تيس انو خلص اهام وبعدين مو نف نعمل والعرس مش طوري نعملو اصلا الناس مو نعزم قبل انتعلم مشان هيك بس راح اجيبلك هدية يعني راح يجيب لنا هدية مش لازم الناس يعرف طيب ما في مشكلة لكن زوجتك ما راح تعرف لا ما راح تعرف ما تخافي ياي اخيرا الهدية هي فستان عرس راح يلبسيه موجود بالخزانة جربيه انا كمار راح ألبس تبعي وبعدين مشان اشوف كيف طلع عليك يلو ياي اخيرا راح اروح ألبسه اول شي لازم اعمل مكياج يا الله مصدق لازم احط اول شي حمر واو كثير طلع حلو واو مصدق لكن كثير خايفي اه اهدئي اهدئي لليان عرس زفاف مفستان ايش صاير انا ممسدق ابدا يعني بابا راح يتزوج من الشغال لازم اروح كانتا و اسألها شو صاير يا ميكاد لليان شو صاير شو عم تعملي هذا مكان مكياج 60 وبعدين اسمعي قولي اول شي كيف طلع علي الفستان كيف طلع علي عفكري ما قلت لي مبروك ها فستان مبروك عايش وزا ادلسك بتقولي لي سالي كذا انت اول مرة كذا بتناديني اسمعي لليان ما عم ترقص اسمعي انا بعرف كل شي كثير منيح كثير كثير عن جد كثير منيح انت كثير ممثلة رائعة وانت كثير ناكرة ومتنكرة ها اسمعي حبيبتي انت هلا قاعدة بتقولي لي كلمات تباع الرسوم مشان هيك بطلي شوي تتفرجين على الرسوم تباع الاطفال تفرجي باشي يكون كذا بسنك المهم رح رح ازبط مكيو عدي ها شو صعير شو صعير كيفك كل شي تغير فجأة بابا او لازم اجسس عليهم او لبستي اهي وكثير حبيت الفستان كمان عملت شوي من مكيو عز وجتك طلع كثير 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 حلو شوف واو ايو طلع كثير حلو انا كمان ليكي شو لبست لبست هذا انا شاريته او على فكرة كثير حبيت الفستان عن جدة كثير شكرا على فكرة انا ما بدي يعرس او اي شي المهم هو انه كذا يعني المهم انا صريحة اندي عادي انه ناس تعرف لكن انت ما بديك يعرفه فمشان هيك خلينا احتفل بس انا ويهيك يعني اكيد ما رح يدعمونا متأكد حتى من ابنتي سالي اذا عرفت رح تنجن كمان امها اوف انا خلينا بس هلأ انا رأسه بس ايوه رح انزل مدري كيف كذا عملوا فيني الله يكمل عليكم بالخير ما شاء الله بتكون يعني سفق اكثر ليش ما عملتوا عرص والله ما ادري ليش ها ليش كنتوا بتظنون اني انا ما رح اعرف ولا اشي ها ما شاء الله كيف كده عملتوا كيف اوه اسمعي صالي صالي شو نعمل حلق شو نعمل حلق الاقناحيها مشها ما تخبر امها اذا كتشفت زوجتي اكيد رح تنجن اسمعي اسمعي صالي ما تخبر امك بهال اشي تمام انتي اكيد هلأ مانكي فاهمان اشي لكن ما تخبريها بولا اشي ولا اذا خبرتيها بكرا ما رح اعملك ابدا الباب كيكس اللي بتحبي ها انا مش صفر كتير صغيري مش عما افهم وزاعد انا اكيد رح خبر امي وانتي بكرا كمان ما بهمني ابدا ما تساوي الباب كيكس ما بهمني هلأ انتي مطرودة ماما او مي جاد ماما اجت ماما تعالي تعالي ماما لازم درولي تزيم ساعد تشوفي شو صاير هون اه كتير تعبان ها شو صاير ماما تعالي شوفي طيبك هم كلها الوقت عم يخونك مع الشغالي ها انتي لازم تقلولي تطريديها من بيت صح مو بس رح اطريدها ها شو صاير فاهموني شو صاير هلأ اه 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 بس اسمعي ما رح ازمه ولا اشي ها انت شو بتعمل ها يعني انت تزقوش كيف هل انت واه يعني كيف وانت كيف تجرأتي ها كيف يا الله انا كده تغبان انت عباني مش شغل وبعدين كده هم بيجي من السفر هاده كل يعته بلاقي بيجي بلاقي كل هالاشي صاير بالبيت وانا مش موجودة كل هاده صار بدوني اسمعي بس اهدئي بس اسكتي انتي ولا كلمة ما بعرفشو بدي انا اعمل هلا يا الله والله انا انا هي السبب يا ركي ما خبرت امي ما توقعت ابدا انا رحي يجي يوم وانت يا اخا ان تجي وتتزاوج واحدة تاني وانا بالشغل يعني ها وانت كيف يعني كده بتعملي ها اه والله ما ادري يعني اخر اشي بتوقع وصار اخرجي من البيت انتي هلا يعني يالله اطلعي انتي مطرودة مين انتي مشان تقولي مين مطرود ومين لا هذا بيتي ما تنسي انه هذا البيت باول يوم انتي قلتلي خلص هذا البيت بي اسمك هاي هذا بيتي هلا انتي المطرودة يالله اطلعي برا البيت تمام رح اطلع يالله تعالي علي اليوم خربت يومنا خربت يوم زفافنا ها يالله بسرعة اطلعي بدي اياك بسرعة تجمع اغراضك تروحي يالله تعالي علي اليوم ها في الحد الان مو مصدق انها خربت يوم زفافي انا بياك علي اليوم ايو والله بابا بابا ارجوك كيف انت يعني هتطرد ماما من البيت يعني هي ما رح ترجع مرة ثانية للبيت ها كيف انت كده بتعمل يعني هلا هاي الشغالة رح تصير هي يا امي ماما لا تروحين انا لازم اروح مش قادري ابدا نطل به هذا البيت ولو دقيقة واحدة رح اخذ غراضي اروح اسفكسية ماما لا استني بابا ماما ارجوك انا هلا رح اروح وانت وانت كمان يا علي اليان ما رح تشوف وجهي ابدا مرة ثانية ها هاذ الاشي تماما اللي بدي اياه ما اشوفك ابدا مرة ثانية يالله بسرعة اطلع من باتي مش مصدق لي حد لان انت بتقدر كده تعمل يا الله من امت وانتو مزوجين ما عليك دخل بس اطلع من باتي ما تصرخ بوجهي ها ما تصرخ طيب و سالي سالي رح نشوف بعدين شو الحل تبعها بعدين لما نروح المحكم ومشاها نطلق ورح نشوف انتي هلا بس اطلع من باتي يلا وات طلاق اي طلاق مش انتي كل هالمشاكل اللي صارت اليوم وكيف خربتي اليوم زفافي وانتي بتجي و بتقولي لي لا طلاق كده مستغربة اي اكيد طلاق كده بسرعة روحي من باتي ما بتشوفك من مرة تعمل ويت انت كنت مخطط مشان تكتب هاي البيت باسمك مشان انت كنت مخطط لكل هذا من قبل طيب ليش تجوشتني من اول ليش ليش ها ما عليك كده مشان الفلوس صح يا الله انت عندك كثير مجنون طيب رح اطلع من دهار البيت مع السلامة اي يلا تفضلي بسرعة اطلع من سالي رح ارجع بعدين مشانك يلا مع السلامة رح ارجع بوعدك يلا باي ماما جبيلي معك شوكولاتة شو سالي ما في خلص ما في ضع على هالدرامي خلص روحي لغرفتك ما تحكي ماي انت ترد امي وين رح تكون هلا ماما وكمان هل ما اقولوا بترجع وليش بابا كده همل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة